السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا رب اكونوا بقال في خير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة افكار وحيل ومنظمات وحاجات حلوة جدا هتعجبكم بازن الله بس طبعا قبل ما نكمل فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها تعالوا نشوف كده الاستخدامات بتاعة فيديو النهاردة ومنظمات الحالوة اولها كده حبيت ابدأ بالمواسير بتاعة الصرف اللي احنا شايفينها دي او بتاعة المية عامتا في ناس كتير جدا بتبقى نفسها تعمل الحلفية بفتحتين زي ما شفنا كده مع بعض فالحاجات دي كمان متوفرة دلوقتي واسعارها مش غالية نهائيا تعالوا نشوف كمان من الحاجات ومن المواقف اللي انا بحبها جدا البنات الكورية او الصينية اللي بتبدأ كمان في تنظيف البيوت البسيطة وبتغير الدكورات بتاعة البيوت اللي يعني لا تصلح للعيشة الادمية وبتحولها المسكن او قوضة كمان تقدر تعيش فيها بامكانيات بسيطة جدا طبعا ناس كتير بتشوف فيه الحاجات دي مكلفة انما هم هنا بيعملوا التنظيفات والتغييرات دي بنفس الامكانيات اللي انت عايشة فيها بس مع تغييرات بسيطة كده يا شايفين طبعا بدأت هنا تنظف القوضة دي هنا كمان دهان بسيط جدا مش مكلف بدأت كمان تحطرها الصرة بسيطة جدا السرير يعني مش جابة السرير اللي هو سعره غالي اوي او سعر واو اوي جايب كمان كم خد جداد يعني امكانيات بسيطة جدا هتجددلك بيها القوضة بتاعتك طبعا زي ما شفنا هنا كده مع بعض السرير كان الاول متهالك جدا القوضة كانت بايزة ما تصلحش طبعا الحياة الادمية زي ما قلت لكم بدأت هنا كده تغير في الديكوراب بتاعة القوضة وتشتري حاجات بسيطة بحيث طبعا ما تعملش تكلفة لاصحاب القوضة او البيت اللي هم عايشين هنا زي ما شفنا كده مع بعض حتى السجاد اشتريت الهوة زي الحافزة بتاعة السجاد اللي طلعها دلوقتي بموضة وكمان ده حاجات بسيطة جدا غيرت الديكوراب بتاعة القوضة وبقى شكلها حلو جدا وكمان مش مكلفة تعالوا نشوف هنا كمان غازل البنات والراجل الكوري ده معانا هيعملوا بطريقة حلوة جدا هيعمل بيها كمان الوان كوز قزة طبعا غازل البنات ده بيتعامل بالسكر وطبعا بيضيف له الوان زي ما احنا شايفين وهياخب معانا كده شكل حلو جدا كل الوان كوز قزة كده هتطلع معانا بالشكل الجمالي اللي احنا شايفين وده مع بعض وقد ايه شكلها حلو جدا تعالوا نشوف هنا كمان برضو من الافكار الهيلة هي بقى البرية بتاعة الخيار وكمان بتبري الجزر يعني فكرتها حلوة جدا شايفين طبعا طلعت معانا الشكل الهيل اللي احنا شايفين وده بتقدري طبعا تعملي منه المسكوات زي ما هيعملت كده معانا وتعالوا نشوف هنا كمان برضو التوكة السحرية الخاصة بالشعر دي طبعا هتعمل معانا دلوقتي شايفين بقى الشكل الجمالي جدا للدائرة بتاعة الشعر اللي حمايتها من ورها شكلها حلو جدا وبتقول طبعا ان التوكة دي متوفر منها جميع الالوان تعالوا نشوف هنا بقى الفكرة اللي كانت كل البنات زمان بتعملها والفكرة دي الصراحة كانت فضيعة جدا طبعا معظم البنات اللي كان شعرها مش حلو يعني او مش ناعم بمعنى اصح كانت تجيب المكوة كده وتقص اللي هي القصة من قدام وتبدأ تكويها بمكوة الشعر كده المكوة العادية خالص وكايف بجد دي حاجة غريبة جدا تعالوا نشوف هنا كمان برضو المخدة الطبية اللي كتير جدا مننا يعني نفسه فيها عشان طبعا الناس كتير جدا بتشتكي ان رقبتها بتوجعها وكده فدي فكرتها حلوة جدا تعالوا نشوف هنا كمان برضو الجهاز ده عبارة عن ايه ده كده الجهاز بتقدر تحطيه معاك في الشنطة زي مكوة زي ما شوفنا كده مع بعض وهنا كمان دي طبعا الممساحة الزكاية عشان ناس كتير جدا سأيتني عنها في الكومنتات عايزين تعرفوا الحاجات دي موجودة فين اكتبوا تحت في الكومنتات وهقولكو كمان الحاجات دي بتتعرض فيه وكمان لو حابين تعرفوا معظم الحاجات دي عامة يا جماعة موجودة في المورات الكبيرة والهايبرات ومحلات جهاز العرائس وكمان معظم الادوات متوفرة في محلات البلاستيكات زي ما احنا شوفنا كده مع بعض يعني معظم الحاجات دي من زي ما احنا شوفناها كده خاصة بالمطابق خاصة كمان بالبنات اكتر فالحاجات دي معظمها كمان متوفرة زي ما قلت لكم في الاماكن دي وحبين كمان تعرفوا اسم المواقع اللي بتعرض الحاجات دي كتبوا تحت في الكومنتات وهقول لكم إن شاء الله دي كمان فوطة كده صغيرة زي ما شفنا مع بعض بدأت تبرومها كده كويس جدا لحد ما عم يبيها الشكل الوردة اللي احنا منخش المطاعم ونشوف كمان الأشكال الحلوة دي موجودة فيها تعالوا نشوف هنا كمان برضو دي خاصة بالشوزات عشان تقدري تحمي بينها رجلك وكده خاصة طبعا للستات اللي دايما بتشتكن رجليها بتوجهها بسرعة وهنا كمان بقى ده المكبر الناس كتير جدا دلوقتي بتفكر تشتريه المكبر ده حلو جدا وهائل خاصة طبعا للناس اللي نظرها ضعيف بتحطيه كده بيتقبل لك الشاشة بتاعة الموبايل شاشة التلفزيون ففكته حلوة جدا ودي كمان طبعا بالنسبة للتبك بتاعة الشعر لعشان طبعا تقدري تعمل تسريحات شعر مختلفة وتعالوا نشوف هنا كمان المنظمات دي اللي شفنا منها طبعا كتير خاصة بالبهارات وكمان بالبقوليات بتاعة المطبخ عندك ودي هنا كمان خاصة بالشامبو والشاور بتوع الحمام تعالوا نشوف هنا كمان برضو المنظم الخاص بعلب المناديل وتقدري طبعا تحطي جنب المنظم ده كذا فكرة تانية غير المناديل عشان طبعا تحميها من الميا تعالوا نشوف هنا كمان المكوى الهيلة دي فكرة المكوى دي حلوة جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض بتحطيها في القهرباء وبعد كده السلك بتاعها طويل وتقدار طبعا تمسكيها في ايدك تحطيها معاكي في الشنطة فكرتها حلوة جدا تعالوا نشوف كمان الجهاز ده الخاص بحماية البيوت حلوة جدا وعمل في ايه طبعا بتقداري تحطيه كده ورا الباب بعد طبعا ما بتخشي باب الشقة قبل النوم بتقداري طبعا تحطيه عشان في حاجة اقتحام اي حد للشقة بتقداري تسمعي الصوت وكمان بتقومي جارية لحقي الموقف اللي بيحصل معاكي تعالوا نشوف هنا كمان برضو الترابيزة الحالوة جدا دي بالكراس بتاعتها الفكرة بتاعتها عملية جدا وكمان سعرها مش غالي وموجود طبعا الترابيزة دي ممكن متوفرة دلوقتي في اماكن كتير جدا عشان طبعا الناس الكبيرة في السن متقدرش تتحرك بسرعة وكده فدي فكرتها حلوة جدا تعالوا نشوف هنا كمان برضو الجردل الزكي جدا ده الجردل ده فيه كذا فكرة تقدري طبعا تمليه بالمية زي ما احنا شايفين كده وتقدري كمان تصرفي منه المية كمان الممساحة بتاعته كل الناس اللي جابت الجردل ده شكرت فيه جدا وتعالوا نشوف كمان هنا من المواقف الزكية او الدرج الزكي ده بمعنى اصح تقدري تحطيه في اي مكان عندك وهو كده بيكون زي درج سحري او درج مخفي تقدري كمان تعيني فيه اي حاجة انت نفسك تقدريها يعني محدش يشوفها وكده ففكرتها حلوة جدا ده طبعا من الورق اللي بيرسق طبعا ضد المية والنار زي ما قلتلكو قبل كده موجود طبعا منه احجام والوان مختلفة زي ما احنا عايزين دي كلها طبعا افكار عملية وافكار سريعة بتنجز معاك في الوقت وزي ما قلتلكو الحاجات دي كمان معظمها بيكونش اسعارها غالية خارس تعالوا نشوف هنا كمان نصرف ولزق الحاجات دي ازاي وهنا كمان برضو دي الفكرة الخاصة بالابواب شايفين طبعا ده اللي هي بتحمي الحاجة تتخوط معاك عشان ما تجرحش معاك في الحيطة او بتجرح كمان معاك في الابواب ففكرتها حلوة وعملية جدا وكمان ده الجهاز اللي بيحمي معاك الاطفال الصغيرة او البيبهات عشان طبعا تفتح وتقفي الادراج فدي فكرة صعبة جدا عشان الاطفال طبعا كلنا بنعاني منها فدي فكرتها حلوة جدا عشان نقدر نحافظ على الاطفال وكمان نحافظ على الادراج اللي مش عايزين اي حاجة نفتحها فيها دي طبعا الفرش الخاصة بالحمامات تنظفها سهل جدا وكمان تقدري توصل معيك زي ما احنا شايفين كده لا اعماق يعني جوه كبيرة دي طبعا المنظمات اللي كلها دلوقتي بقيت منتشرة بكميات كبيرة جدا وباحكام كبيرة جدا تقدري كمان توفر في المساحة بتاقي دي الادراج ودي بقى شايفة كل حاجة انت عايزة جيبيها قدام عينيك تعالوا نشوف هنا كمان برضو طرق الخياطة السحرية اللي بتداري معاكي العيوب بسرعة كبيرة جدا شايفين طبعا بقى شكل الخيط في الاخر هيوصل لمرحلة ان هو مش باين نهائيا تعالوا نشوف كده مع بعض شايفين طبعا هنا شكل الخيط اختفى تماما ودي كمان طبعا من المنظمات اللي كتير جدا مننا بيبقى عاوز يجيبها شايفين طبعا استعمالها سهل جدا وبسيط ودي كمان برضو دي زي مصفة كده للأطباق تقدر تصفي عليها الأطباق بتاعتك والكبيات او المجات وكمان فكرتها عملية جدا طبعا لو وصلتوا هنا للفيديو اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة